أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد الآلي النهاردة بيستعد لمباراة أمبي بكرة المباراة بإذن الله والنهاردة التدريب الأخير والفريع يدخل معسكر مغلق لذلك أزعى مباشرة إلى الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناة الآلي اللي موجود حاليا في ملعب التيتش بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الأخبار مساء الخير يا محمد مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد تحية ليك وكل مشاهد ومتابعة تنيند في كل مكان إيه آخر الأخبار وأخبار الفريق وهل في لعبة من اللي كانوا يعني كان فيه إصابات الفترة الأخيرة بدأوا برنامج التأهيل هل النهاردة التمرين ممكن يكون فيه مجموعة صاعدة من قطاع الناشئين ولا نفس المجموعة اللي كانت موجودة في الفترات السابقة يا محمد في البداية يا محمد زي ما أنت قلت ده التدريب الأخير والأول لاستعداد لمباراة أمبي إن شاء الله في الجولة 32 من الدور المصري الممتاز يمكن الفريق عقب مباراة الإسماعيل المؤجلة من الجولة 18 ووصل تدريباته اليوم فقط بعد منح الجهاز الفني اللي لعبين أجازة طبعا بسبب العودة ووقت متأخر يعني من الأسكندرية الفريق يمكن بيبدأ تدريباته اليوم يمكن قبل ما أخش معك على طول كان فيه محاضرة للجهاز الفني بالفيديو في غرفة الاجتماعات بيتم طبعا شرح فيها أهم نقاط القوة والضعف فريق أمبي مواجهة يعني منافس الأهل إن شاء الله في المباراة الغد ومن بعدها ممكن حالا دلوقتي الجهاز الفني بدأ ينزل الملعب ويتم تجهيز الملعب لبادئ التدريب بإذن الله يمكن زي ما اتكلمت موقع عدد كبير جدا من لعب الفريق المصابين بيتم تأهيلهم بالفعل هنا داخل سواء الجيم الخاص به فريق النادي الأهلي أو كمان في الملعب يمكن ظهر أكيد معاك في اللقطات اللي وصلتك حسين الشحاية طهر محمد طهر كمان عمر السلية بيقد برنامجه التأهيل وكمان محمد شريف الأمور كلها بتتم بشكل أكثر من رائع خاصة بالنسبة للمصابين محمد إن شاء الله فقار بفرصة ومع بداية فترة الأداد يكونوا في أفضل حالة بدنية ويكونوا جاهزين مع زملائهم باقي لعاب الفريق كمان عمار حمدي بيظهر برضو بيكمل برنامجه التأهيل بإذن الله طبعا أكرم توفيق دخل خلاص بشكل تام مع الفريق يتبقى بس رؤية الجهاز الفني في الدفع به في التوقيت اللي يروه مناسب وحسب حالته البدنية والفنية وجاهزيته للمباراة محمد بإذن الله يمكن الفريق طبعا زي ما قلت لك بدأ بالمحاضرة دلوقتي حالا هيبتدي المران في أرض الملعب زي ما احنا عارفين طبعا بقى جزء البدني في الأول بقى جزء بس مقتصر على بعض التدريبات البدنية الخفيفة نزلت لحالة الإجهاد والتراكم الملعات ومن بعدها بتبقى التأسيمة وبإذن الله عقب المران سيتم إعلان قائمة من 22 لعب للدخول في معسكر مغرق الليلة إن شاء الله استعداد ملاقات أمبي غدا إن شاء الله في السامنة مساء على استعداء الأهلي والسلام بإذن الله محمد مع دعوات كل الجمهوري النادي الأهلي بالتوفيق إن شاء الله وزي ما سألتنا عن هل هيتم الدفع بعدد من النشئين لا هما نفس المجموعة الموجودة مع الجهاز الفني منذ أكثر من ثلاثة أسابيع هما المكملين مع الجهاز الفني وإن شاء الله مع بداية فترة الأداد ومبداية دور الجمهورية يكون فيه طبعا دور للجهاز الفني لمتابعة هؤلاء اللعبين مع فرقهم في مختلف الأعمار السنية بإذن الله يا محمد وارد يا محمد نشوف أكرم توفيه في قائمة مباراة بكرة ولا لسه كمان آخر مباراة ممكن في الدوري بس من الناحية الطبية محمد أكرم جاهز 100% لسه طبقته بس الجزء اللي هو تقدير الجهاز الفني اللي حالته الفنية هل يقدر يلعب عشر دقايق ربع ساعة شوت كامل دورة طبقة دورية الجهاز الفني على حسب رؤيته الأكرم وحالته في الملعب إنهم يتم الدفع به لكن زي ما أنت قلت لك الفترة دي انت شايف ضغط مباريات بطولة الدوري يعني الجهاز الفني وكمان مجلس الدورة من قبله كان خط قرار بي تستكمال الدوري مع مجموعة من الشباب والمجموعة الثانية اللي عايدة من الإصابة في فترة أخيرة فأعتقد ما يوجد استعجال على عودة أكرم وأكرم إن شاء الله سيكون في الملعب وقت ما يكون جاهز من الناحية الفنية والبدانية بنسبة 100% وده طبعا زي ما احنا قلنا أكتر مرضى حقق أصيل الجهاز الفني ولكن أعتقد إن شاء الله قبل نهاية الدورة هنشوف أكرم في الملعب بإذن الله عشان الجهاز الفني وكل جمالي النادر هتمنى عليه بإذن الله بإذن الله زي منا محمد توفيق موفد قناة الأهلي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب التتش بالجزيرة شوفنا يمكن في الخلفية مع محمد أكرم توفيق وعدل قادر وصلاح محسن إن شاء الله يختتم الأهلي السلس مباريات القادمة بنتاج إيجابية وفترة بقى راحة قبل الاستعداد للموسم الجديد وفي لعبة كمان وهذه راحة سلبية دلوقتي بيتم الاستعداد لهم في الفترة الجاية من خلال برنامج مرسل لهم من الجهاز الفني بعد العودة من الأجازة بحيث إن ما يكونش فيه فوارق بدنية بين كل اللعبين سواء اللي في الراحة السلبية الحالية أو حتى اللعيبة اللي بتشارك فيه المباريات الرسمية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ فقر التريند الأهلي ونشوف اللي كتب على الأهلي في السوشيال ميديا